اهلا بكم من جديد وحلقة جديدة عن تظلمات السنوية العامة ونتيجة السنوية العامة طبعا ناس كتير بتسأل عن موقع تظلمات السنوية العامة هسابه لكم في الرابط ان شاء الله والنتيجة بتاعتها هقول لكم بعض الملاحظات يا جماعة علشان لما تيجي تروح وتصح ورقك بازن الله ربنا يوفقك وتجيب الدرجات النهائية وتاخد حقك فعلا ان شاء الله وزارة التربية والتعليم اعلنت ان شاء الله ان بقرة التظلمات هيبدأ من يوم الثلاث اللي اطلاع على القرصات الاجابة اهم حاجة يا جماعة نبص كويس ونطلع على القرصات باتقان كويس جدا جدا ويكون تفهمين في كل سؤال طبعا الوزارة قالت ان شاء الله التظلمات فتحت من يوم ثلاثة اغسطس والمدة اسبوعين يعني حضرتك لمدة اسبوعين متاح لك انك تعمل تظلمات وتقدر تطلع على الوراء بتاعك وتشوف قرصات الاجابة بتاعتك عاملة ازاي وبس اما حاجة تكون مركز كويس جدا عشان تقدر تعمل اا يعني وتجيب الدرجات النهائية بازن الله اا طبعا ان شاء الله هيدفع متين جنيه في مكتب فوري او اا مكتب بريد هتبعت متين جنيه لكل مادة حسب اا كل مادة هتبعته باسم حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية هتبعت على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لتظلمات استنوية العامة ده هيكون متين جنيه لكل مادة بعد كده هتخش على موقع الوزارة وتسجل المواد وتطلع على ايه اصال الدفع الرقم القومي رقم الجلوس الاسم الايميل الموحد عشان تخش تسجل يا جماعة عشان تقدر تصح ورقك وتطلع على قرطات الشروط وان شاء الله ربنا وفائك وتجيب الدرجات النهائية هتخش على موقع الوزارة وهتسجل وهترفق اصال الدفع والرقم القومي ورقم الجلوس والاسم والايميل الموحد بعد كده هتشوف المكان اللي انت هتروح فيه ان شاء الله والساعة اللي هتروحها وطبعا هيجي لك رسالة مع الموبايل بالكلام ده انت اما حاجة تتابع الموبايل بتاعك ورقم بتاعك انت سجلت عليه ان هيجي لك عليه رسالة هيقولك هتروح فيهم بالزبط تمام كده ولازم تحضر بنفسك ما ينفعش تبع حد انا مثلا ممكن يحضر معك وليه امرك لكن ما ينفعش يروح معك مدرس المادة والحاجة ده هتحول له شو قوانية وهيتبادل فاما حاجة تعرف المعب بتاعك عشان بعد كده لو مرحش معادك بالزبط مش من حقك انك تقدر تقدم بعد كده الطالب بيحضر بنفسه وفي الساعة المحددة ليه وبيطلع على الاوراق ومن حقه يطلع على الاوراق كلها ويشوف درجاته وبرحته مية مية تمام برضو ممكن يجوز معاك برضو انت عاد مسلا تجيب والدك والدتك معاك ينفع تجيبهم معاك بس بموجة بالبطاقة والرقم مقامه وتثبت سيرة الارابة يعني تثبت دي والدتك بشهد الميلاد او البطاقة تمام كده او والدك برضو معاك بعد كده تروح او ما تروح هناك ما ينفعش تاخد معاك تليفون محمول منوع التليفون محمول عشان ما تصورش اي اجابة علشان ما يتمش اجراء معاك اا ضدك في اي حاجة بعد كده ممنوع يستحاب مدرس المادة يعني ما ينفعش تاخد معاك مدرس المادة علشان يقدر يصح حالك لو حصل حاجة زي كده بيتم تحويل المدرس الشيقونية وبتاخذ معاك جراءات حاسمة جدا يا جماعة برضو ممنوع تدخين الناس اللي بتدخن والشباب اللي بتدخن ممنوع تدخن جوه اللجنة انك انت دي كلها اوراق ما ينفعش اي حاجة تحصل لها تمام وما تنساش برضو تاخد معاك الام جاف ازرق يعني تاخد معاك الام جاف ازرق عشان تحط ملاحظات بتاعتك تاخد ورقة معاك ويق والم معاك عشان تقدر تكتب الملاحظات بتاعتك وتقدر تحطها وان شاء الله هتاخد حقك ثالت ومثلت بعد كده بتحط الملاحظات بتاعتك لو السؤال انت اضررت فيه في ورقة الملاحظات اللي هي المسلمة لك كي كي هم ها يدوك ورقة معا الورقة انت ها يجيبه ها يدوك ورقة وتكتب الملاحظات بتاعتك ده السؤال كام رقم واحد والله الاجابة دي كزا دي انا محلة هاش الكمبيوتر غلف دي المصحح اا زود لدرجة اعد براحتك وشوف براحتك علشان ده مستقبلك ان شاء الله يكون اا نتيجة كويسة لك بازن الله وتقدر تاخد حقك بازن الله وربنا يوفقك بازن الله وانا شاف ده فورسة كويسة جدا الوزارة عاملاها ياريت نلحق عشان ده لمدة اسبوعين فقط لغير بدأ من ثلاثة اغسطس لحد لمدة اسبوعين يا جماعة ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان كل يستفيد هحط لكم موقع التظلمات ولينك التظلمات بقيق في الاول تعليق تحت ان شاء الله تمام كده شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته